بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أرحب بكم في هذا اللقاء للحديث عن موضوع تنشيط وتقوية الذاكرة التحلي بذاكرة قوية وقدرة عالية على التركيز بفترات طويلة هما أحد أهم العناصر المطلوبة للنجاح سواء كنت في مرحلة الدراسة أو العمل فلا شك أنك ترغب في امتلاك ذهن حاضر وعقل قادر على التركيز في المهام دون تشتت والذي سيكون له أثرا في تحقيق أهدافك وكل ما تصبو إليه ولكن لسوء الحظ وبسبب العديد من العوامل فإن الذاكرة تتدهور وتقل كفاءتها مع الوقت مما يؤثر سلبا على كفاءة وجودة الآداء اكتشف العلماء أن سعة الذاكرة البشرية ليست ثابتة بل يمكن تحسينها بشكل مستمر من خلال مضاعفة أعداد الخلايا والروابط العصبية وتحسين كفاءتها يتمتع العقل البشري بقدرات هائلة ولكن لسوء الحظ فإن الكثير من الناس يعجزون عن استغلالها بسبب اتباع سلوكيات خاطئة تؤدي إلى تحجيم الإمكانيات لديهم هناك أساليب ووسائل تساعدك على تنشيط وتقوية الذاكرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتك الذهنية استخدم كل حواسك عند تعلم شيئ ما إذا كنت تريد أن تتذكر شيئا ما ففكر فيه بحواسك الخمس عند القيام بذلك ينصح بالحد من التشتت وعدم فعل الكثير من الأشياء في وقت واحد إذا ركست على المعلومات التي تحاول الاحتفاظ بها فمن المرجح أن تتذكرها لاحقا ثبت علميا أن الإجهاد يتداخل مع نشاط الذاكرة ويؤثر سلبا على الإدراك بعدة طرق حاول الإبتعاد قدر الإمكان عن كل ما يجهد عقلك وقم بكل ما يساعد على تصفية ذهنك تتشابه قوة الذاكرة تماما مع قوة العضلات فكلما زاد استخدامها زادت قوتها تعلم شيئا جديدا بالسمرار يعد تعلم مهارة جديدة طريقة ممتازة لتقوية سعة الذاكرة وتوسيع آفاق عقلك دائما ما تكون المعلومات موجودة فيجب أن تكون هناك طريقة للاستفزازها وجلبها ليس المهم أن تحفظ كل ما تقرأ الأهم أن يعلق بذهنك معلومات يساعد التكرار عن طريق القراءة أكثر من مرة على زيادة حجم استقرار وتثبيت المعلومة عند قراءة كتاب وبعد الانتهاء من قراءته تناول القلم وضع الكتاب وقم بتلخيصه فذلك له أثر كبير في استقرار المعلومة مما يساعد على تنشيط وتقوية الذاكرة أيضا أن تعلم وتشرح وتقدم لغيرك معلومة معينة إن حلقات النقاشات حول موضوع علمي معين يساهم في تثبيت المعلومة والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع وخاصة إذا كانت تلك النقاشات بين متخصصين من ذوي الخبرة تعتبر الفوضى من أكبر الأسباب التي تسبب تشتت العقل والذهن لذلك لابد لك من الحفاظ على التنظيم والترتيب في مختلف جوانب الحياة حتى تتمكن من الحفاظ على التركيز وتقوية الذاكرة لديك ختاما إن استخدام بعض التقنيات والأدوات البسيطة ذات الفائدة تساعد كثيرا على تحسين الذاكرة ومع ذلك فقد أظهرت الأبحاث وأكدت بأن النظام الغذائي ونمط الحياة أهمهما ولهما تأثير كبير على تحسيني وتطويري وتقوية آداء الذاكرة على المدى الطوير